هيا يا بنات اهلا بكم في ميتشانه ميميز ميكا في الفيديو هنتكلم على كويكي ريفيو عن البرودكت ده وده فيتامين الشار من الاترس باونتي الهير سكين النيل غميز ام هو ببق جيلي كده ده 2500 ميلي جريم من البيوتين وانتي اكسدان فيتامين اي ان سي وهو بطعم الستروبري او بطعم الفراولة وفي العلبة دي كان فيها 200 جميز او 200 جلياية اوكي هو من زي جيلي كولة كده بطعم الستروبري او بطعم الفراولة فلانتي بتحب الفراولة هيبقى الموضوع صعب جدا ان انت تقومي الطعم الطعم بتاعه اول حاجة تحفة جدا نظركة انتي ممكن او مش قادرة تمسيك نفسك ممكن تكليل علبة كلها مرة واحدة لان طعمها حلو جدا وعمزة جيلي كولة انا بحب جيلي كولة جدا بس طعمها جيلي كولة فراولة فطحفة طعمها الطحفة انا كنت بمسيك نفسي حرفيا ان انا اكل اكلها يعني كانت طعمها طحفة جدا انها طبعا خلصانة بقالها فترة وانا بدور عليها مش لقاياها على امازون يو اس خلص بقالها فترة مش موجودة وحزينة جدا جدا انها مش موجودة وبتابع كل فترة فلا وحادي فيكو شافها على امازون يو اس ولا ايها موجودة ياريت يعرفوني في الكومنتات تحت حالة متشكلة جدا ان البرودل ده انا بنصح به لو انتي لقتي طحفة بشكل رائع ومكتوب ان هو نومبر وان فور هير سكينا نيلز منتا جروب تي نستخدمتها كنت باخد ام تقريبا واحدة اه في يوم وهي اليوم وتاني باخد اتنين لان انا كنت اخايفة لان م亞 2500 في وشي حبوب في وشي. فكنت بخايفة ان انا اكمل هو مفروض ان اتخذي اتنين في اليوم. فكنت بخايفة صراحة اخد اتنين في اليوم يعملي اكني او اي مشكلة في وشي. ام او في الاسكان عموما. فكنت بابدل ما بين واحدة واتنين. واحدة واتنين. فهو مفروض انها تكفيكي مية يوم. طبعا هي كفتني اكتر من كده. اي انا استخدمته بعد ما استخدمت الكازا فيتامين. بس ده اللي حاصلت فعلا هو عمل معي فكت في الفترة انا اخدتها فيها. بالنسبة لشعري والبشرة وضغفري. بالنسبة لشعري ان هوا كان متضم الخالص بعد الفاكسين وبحاول بالي فترة بالي تقريبا كده كم سنة حلوين ان انا ارجعه تاني زي ما كان ان بعد الفاكسين يعني فقط يعني بحديله عالاخر. فانا بحاول ان ارجع فكت بحاول اشوف حاجات مفيدة. وده كان رفيو عنها كوية حلوة جدا فقررت ان اجربوا كان ساعتها موجودة عن امازون. وحقيقي حلوة جدا خلى شعري اقوى وخلاية والاسرة. وحاسيت فعلا بفرق في مرمى شعري في قوته. وانا باخد البرودكت ده. زي لنهوة كلاما في الفترة دي خلى اللسكين بتاعتي. يعني اللسكين عموما البشرة بتاعتي كانت تحفة جدا خلال الفترة كنت باخد فيها الفيتامينزو بعدها بشوية. وضغافري خليها بتطوى لليفل كويس جدا من غير ما تتكسر. انا بقى لي فترة كم سنة حلوية من ساعة ما اتجاوزت من بعدها. وضغافري بقى بتتكسر ومبقيتش بتطوى لزي زمان. وانا مش عارفة ايه السبب حقيقي لكن من يعني من حوالي ثمان سنين كده دغافري بقيتش بتطوى لليفل كويس جدا بدون اي حاجة خالص لكن بعد كده بتتكسر بالسرعة وبقى ضعيفة جدا. فبقى بدور علي حاجة ممكن تخلي دغافري قوية. فمن غير حتى ما ما حط عليها اي حاجة عشان تحمي دغافر كان دغافر بيطول الليفل كويس. يعني مقارنة منها ما كانتش بتطول يعني بتطول وبتتكسر على طول انها تطول لليفل حلو كده عمالي مسلا آآ يعني نص دغافر ده. وده دغافر جل اللي سا عمناها مبارح. بس تقريبا نص الطول ده كانت دغافر الطبيعية بتطول الطول ده طبعا انا كرت طويلة بيدوية قبل ما اعمل الجل. بس فيه كم دغافر تقصر وانا حبيت ان انا اعمل آآ فاصد دغافري. لكن آآ يعني كان دغافري طويلة. يعني حتى بعد حتى بعد ما خدت البرودك ده بعدها فترة دغافري لازل اللي بتطول حلو جدا. فالبرودك ده حلو لو لقيته انا بنصح به جدا جدا انه فعلا ضحفة. ولو لقيته على amazon us ياريت عرفوني في كومنتات تحتها بمصة جدا بجدر متشكلة لو لقيته لانا كل بادخل كل فترة مش بلقيه. لانا حاليا بستخدم حاجة تانية فيها فيتامينز اكتر من دي برضو من natural bounty. لكن حاجة مختلفة. طبعا هعمل عليه ريفيو بعدين لما استخدمه فترة ان هو لست جديد يعتبر. لكن ده حقيقيه طحفة فكن لازم اعمل عليه ريفيو. اتمنى ان انا لقيه تاني قرائد. ده بالنسبة للريبيو بتاع النهاردة اتمنى ان هو يكون عجبكو. طبعا كالعيدة. متنسوش تعملوا كومنت لايك وسبسكرايب. متشاف فيديو مع اصحابكو لاحبين الفيديو. متنسوش تابعويني على استجرام وفيسبوك. لان كده موجودة في ديسكريبشن بوك صح? متنسوش تغطو على الجرس اللي جانب سبسكرايب عشان يصال لكم نوتيفيكيشن كل مرة ارفع فيها فيديو جديد على التشانل. ويا اشوفكم رايي في فيديو جديد. حبيكو لكم. باي.